إيه بقى هي الظروف دي؟ إنت راجل في 2008-2009 تقريبا انتقلت للنادي الأهلي مهاجم كان بين كوسين كده بتقال عليه وقتها المهاجم الهجام اللي الأهلي محتاجه لأنه محتاج المهاجم ده ما حصلش توفيق في النادي الأهلي لأول بس ليه ما حصلش توفيق في النادي الأهلي؟ لا مش ما حصلش توفيق بالعكس أنا كنت روح 19 سنة الناس يعني ورضو الناس تبقى فاهم أننا لما روحت كان عندي كان عندي 19 سنة يعني دلوقتي مش كبير اللي هو الناس ممكن تفكر أنا مثلاً في الأربعينات وكده لا أنا جيل شيكبالو عبدالله السعيد لكم سنة اللوقتي؟ أنا 37 37 فأنا لما روحت كان عندي 19 سنة راح على مين؟ لعيب درجة تانية بلعب في منتخة مصر الأول فبالنسبة لي كانت أنا وكابتين أحمد الكاس الاتنين لعيبوا من درجة تانية منتخة مصر الأول صح فلما روحت كان عندي طموحات كبيرة جداً كيدي أنا لعيب بيجيلوا فرصة فرستين في نادي فالحمد الله كنت أدافل في النادي فبلعب مع أبو تريكا بركات لكن روحت لقيت متعب هدى في الدوري في لافيو هدى في الدوري عبدالحميد حسن كان جامل إنبي بعتبر أحسن مواجم في الدوري لمصر وسمى حسن مكسب مصر الأهل والزميلك أربعة ثلاثة أحمد بلال خمس لعيبة وخمسة ويل دلوقتي لو جينا عدينا الفرق ممكن تطلع اتنين مواجمين لعب في منتخة مصر كنت تتكلم في منتخة مصر عشر لعيبة كابتن حسن وميد وزدان وعمر الزاكي يعني أسام كبيرة يعني فلما روحت الدنيا يعني أخدمتني شوي لكن أنا خدت قرار أن أمشي يعني كلمت كابتن حسن والطور عز أمشي يعني طب إنت بالمناسبة يعني لو إنت كنت في نفس السن لو عاد بك الزمن والأهل بالتشكيلة الحالية كنت تحس أنك هتبقى مواجمة الأهل الأساسي أكيد كنت ممكن نلعب يعني في ظل الناس لكن أنت بتروح أنت بتكلم لا متعب 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 فرقة يعني في الوقت ده متعب يعني أنا ما لعبتش وخدت خمس بطولات باكل إنت لو بتلعب يعني أنت بتكلم في ثلاث أربع خمس سنين اللعبة دي أقل لواحد مثلا واخد له مثلاً خمستاشر بطولة أو كي كان معروفة لي عدي جنب النادي لا يعني كمان انت بتلعب في كيان كبير فحتى أنا ما لعبتش بس بالعكس الحمد لله برضو فرقة معادي دلوقتي فرقة معادي دلوقتي إن أنا الحمد لله لما أكون موجود بتشرف إن أنا لعبت مع أجيال كبيرة جداً فرقة معاك في إيه بقى؟ أسامة كبيرة تواضعة يعني إيه انضباط والتزام من كيف تنجح؟ كلما يعني أنا كنت بطلع من الماتش كسبرين ثلاثة بلاقي الفرقة أبو تريكا والنازي لا العادي يعني الناس مش مش رافع ليه أزم بنقول كده أو لا بالعكس بقولش أنا عايز فلوس وأنا عايز لا فكر ماتش خلص خلص البطولة اللي بعدها ماتش اللي بعده فتعلمت دي إن أنت لازم كل طول ما بتهتم بالتفاصيل الصغارة طول ما ربنا سعط على بكرامك وتقدر تنجح وتقدم حاجة كويسة طيب رحلت من النادي لأول كمينة اللي اختارك تجي النادي الهاتف أنا كنت بلعب مع كابتل مسلم عربي المدير فني وزي ما قلت لك أنا رحت لعبت المنتخب كنت لعبت عشر ماتشات جلت 15 جول مع نادي السيكة رحت المنتخب فأنا رحت المنتخب للومبي كان أول مرة تجمع رحت المنتخب كلموني بقام المنتخب للومبي بعد البطولة قطر خدناها الحمد لله كنت عامل بطولة كويسة وإنت اللي اخترت ترح عمل النادي الهاتف أكيد أنا كان نفس طبيعة إن أنا بحب اللعب يعني ممكن حاجات كترة ما تفريقش معها بس على قد اللعب بحس إن أنا بلاقي نفسي شوية